أنا أنفي نفيا قاطعا أن يكون هذا القبر الموجود في جنوب شرق نابلس يدعى قبر يوسف طبقا للقصة التوراتية يوسف دفن في مصريم طب كيف يمكن استغلال هذه المعلومات في تحشيد الرأي العام بشكل أو بآخر وبالذات الفلسطينية لكيفية إعادة طرح رواية قبر يوسف مقابل الرواية أو التغول للتهويد الأمكي يعني أنا دعوت مرانا وتكرانا وسأكرر دعوتي مرة أخرى يجب أن تكون هناك استراتيجية عند الفلسطينيين لعرض كل المقدسات الإسلامية على اليونسكو وعلى الجهات الثقافية الدولية لانتزاع قرارات دولية أنها إرث إسلامي ولا صلة لها بالمعتقدات اليهودية لكن هذا يجب أن يكون ضمن استراتيجية بمعنى أنك تكتب سردية جديدة خالية من كل الترهات الاستشراقية اللاهوتية ومن كل التزييفات حتى بين قوسين الإسلامية المتأخرة تكتب هذه السردية بلغة علمية من مختصين وتقدم الدلال وتقدم مع دلائلها والشوهد الموجود في التوري نفسها أيضا وتذهب إلى المنظمات الدولية يعني بشكل أخاص لليونسكو ولكل الهيئات التي تعنى بالحفاظ على الإرث الثقافي العالمي للشعوب إذن قصة يوسف أصبحت قصة لا علاقة لها بالجغرف الفلسطيني إطلاقا القصة تتحدث عن منطقة مصريم بالعبرية أي مصرا أو كما بالقرآن الكريم مصرا اهبطوا مصرا كما في القرآن الكريم مصرا